شكوى ضد رئيس الانتربول الاماراتي احمد الريسي بتهمة التعذيب الداخلية تمارس الضغط على المفوضية الاوروبية لتأمين الحدود الشرطة تسمح لعدد من السوريين بمغادرة النمسا طوعا دراسة تكشف مستوى تفاوت الرواتب في النمسا 90% من لحوم الخنزير في النمسا لا تستوفي المعايير القانونية واعتقال نمساوي زور وثائق تثبت بأنه طبيب ومهندس تفاصيل النشر على النمسا ميديا أهلا بكم وفي خبرنا الأول قدم بريطانيين شكوى في النمسا ضد رئيس الشرطة الجنائية الدولية الانتربول الاماراتي احمد ناصر الريسي بتهمة التعذيب والاعتقال التعسفية يأتي هذا مع بدء اعمال مؤتمر الانتربول السنوي في فيينا في الذكرى المئوية على تأسيسه وأكد محامي المدعين تقديم الشكوى ودعا السلطات النمساوية للتحقيق في الأمر وتركز القضية على الاعتقالات وتعذيب ماثيو هيتغاس وعلي عيسى في الإمارات حيث تندرج الشكوى ضمن مبدأ الاختصاص القضائي العالمي وتشمل الشكوى أيضا قضية احمد جعفر محمد علي المعارض البحريني دعا وزير الداخلية نمساوي كيرهارد كارنر إلى تحسين أمن الحدود الأوروبية ومنع تحركات المهربين وأشار كارنر لدعمه دول شمال أفريقيا والتعاون مع تونس في منع تحرك قوارب المهربين وبحث كارنر مع وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في المجر بحث سبل التعاون مع بلدان المنشأ وتشارك النمسا بثلاثة وثلاثين شرطي في تأمين الحدود في البلقان وما يصل إلى سبعين شرطيا في سيربيا في المجر وقد تم اعتقال نحو أربعمائة وخمسة ألاف مهاجر غير شرعي في منطقة البلقان العام الماضي سمحت الشرطة النمساوية لأربعة عشر لاجئ سوري بمغادرة النمسا بعد أن تم اكتشافهم قرب فندق فيرلخ الحدودي مع إيطاليا صباح يوم السبت وقام مهرب روماني بنقلهم بواسطة شاحنة وقد تم اعتقاله فيما بعد حيث يشتبه بانتمائه لشبكة تهريب دولية واعترف الرجل بنقله للسوريين وأشار إلى تلقيه مبالغ مالية مقابل النقل فيما احتجزت الشرطة خمسة من اللاجئين بسبب اكتشافهم أكثر من مرة بينما طلب من البقية مغادرة البلاد أو أن يقدموا طلب لجوء في النمسا أظهرت دراسة مقياس السوق العمل ستيبستون أظهرت التفاوض في الأجور في النمسا وأن صناعة الأدوية والطيران والقطاع المصرفي تحظى بأعلى الرواتب وبيّنت أن متوسط الدخل سنويا يصل لـ 58 ألف يورو ومع 14 راتب يصل الدخل الشهري إلى 4124 يورو واستخدمت الدراسة بيانات لأكثر من 40 ألف موظف ليتبين أن حملت الدرجات العليا تصل رواتبهم إلى 63 ألف يورو سنويا فيما يصل مستوى راتب حملة الشهادات الابتدائية لـ 44 ألف يورو وتبقى الفجوة بين الجنسين عند 15.5% حيث تحصل المرأة على 8340 يورو أقل من الرجل أفادت منظمة السلام الأخضر بأن أكثر من 90% من لحم الخنزير في السوبرماركت في النمسا يخلو من المعايير البيئية القانونية وكشف تحقيق عن أن تربية الخنازير دون مساحة في الهواء الطلق واستخدام فولستوية المعدل وراثيا يساهم في تدمير الغابات في جنوب أمريكا وطالبت المنظمة بوضع علامات توضح مستوى الرعاية ومصدر العلف فيما تبلغ نسبة التربية التقليدية 5% والبيولوجية 1.5% فقط واعتبرت المنظمة أن ألمانيا تعتبر نموذج يتحلى بالشفافية للمستهلكين اكتشفت السلطات في النمسا نمساوي عمره 34 عاما من اشتايا مارك انتحال صفة طبيب ومهندس باستخدام وثائق مزورة وتم اكتشاف الخداع في المستشفى حيث أقر بالتزوير للشرطة وقال بأنه لم يهدف بذلك للربح الشخصية بل بسبب الضغوط الأسرية التي طالبته بأن يكون من أصحاب الشهادات العليا وحاول أيضا خداع الجيش ولكن تم كشفه خلال أيام ولم يتسبب في أي ضرر مالي للمستشفى أو الجيش ولم يحصل على أي راتب منهم انتهت نشرتنا لهذا المساء أشكركم على حسن المتابعة مزيد من التفاصيل تجدونها عبر تطبيق انفو جراد كنت معكم أنا هيفا ألقاكم لاحقا بأمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر